فكروا؟ هو احنا ليه وصلنا للمرحلة دي؟ يعني الناس عمالة تقولك اصلحنا التاريخ احنا المنتخب اللي كسب كس الأمم الأفريقية 3 أجيال وراء بعض 2006 و2008 و2010 بالمناسبة الجيل ده مصعدش كس العالم 2006 2008 و2010 هل هنعيش على الجيل ده؟ طيب الجيل ده كان جيل استثنائي ورائع للمنتخب المصري دلوقتي ما عندناش الجيل ده ماينفعش نلعب ماينفعش نشتغل بالمناسبة جيل 98 في فرنسا احسن بكتير من جيل 2018 اللي خد كس العالم بس جيل 2018 ده خد كس العالم ليه؟ عشان فيه منظومة فيه نظام فيه خطة طويلة وبالمناسبة ماهل برازيل خدت كس العالم 2002 وبقى لعشرين سنة هم عاش كس عالم البرازيل يعني الجيل بتاع 2002 ده ما شافتش البرازيل زيه لحد دلوقتي رغم ان دي البرازيل بقى دي البرازيل بقى اللي عندها لعبة في كل اماكن في الدنيا ده بالمناسبة الجيل وكأننا لازم يبقى عندنا جيل حلو طول الوقت ما بيحصلش في اي منتخب كبير في العالم اعظم منتخبات العالم ما عندهش الجيل ده جيل 2008 و2010 الاسبانيا فينه دلوقتي فين انياستا وفين شافي وفين فيا وفين راقول وفين كاسياس فين الجيل ده مش موجود بس حاولوا يبنوا فوصلوا نهاية كاس اوروبا حاولوا يبنوا حتى لو على عناصر مزاي اللي كانوا موجودين في 2008 و2010 بس حاولوا يبنوا بانوا ازاي ما هو انت مش بيتكرر اجيال مش بيتكرر اسماء ما تفضلش كل شوية تقولي هو الجيل ده ليه سايق اوي مش زي الجيل بتاع 2006 و2010 هنفضل عايشين كده ما الحياة ما بتبقاش كده اللعيبة ما بتتكررش بس فيه اجيال مختلفة احنا عندنا مشاكل كبيرة في الكرة المصرية دي حاجة واضحة وهقولك هتبدأ مني هقولك شوية حاجات ومن بكرة تعالى نبني مع بعض يعني تعالى من بكرة تعالى نتكلم كتير ونبني ونشوف اخطاءنا فين ونحلها ده الكلام المحترب ده الكلام اللي المفروض كلها نشتغل علي دلوقتي مش هصلوا اتحاد الكرة اتحاد الكرة مش عارف عمل ايه واصل المدير الفني مش عارف ماله واصل محمد صلاح واصل عائبة المنتقر هنفضل نكسر نكسر بدون حتى ما نقترح ايه الحل او نصلح ازاي عشان لما نيجي نخش تصفيات 2026 نبقى داخلين بمنتخب قوي منتخب مش محتاج يدوس بنزين عالاخر عشان يقرب الفجوة اللي بينه وبين المنتخبات الكبيرة اللي في القرة لأ انا الطبيعي طبيعي بتاع منتخب مصر انه ينزل مع منتخبات القرة ما يدوس بنزين عالاخر هو ينزل لعيبهم ويكسبهم يلعب بقى في ليفل زي كاس القرات كده تيجي تلعب البرازيل تيجي تلعب ايطاليا محتاج تدوس بنزين عالاخر عشان توصل للليفل ده لكن وانت بتلعب مع منتخبات الكبيرة مش محتاج تعمل ده هو ده الطريق اللي احنا محتاجين نمشي دي الخطوة الاولى اللي هنمشيها طيب نمشيها ازاي طميني كده وانت بتنتقد صلاح والجهاز الفني والتحدي الكورة طميني كده على قطاعات الناشئين في الاندية المصرية كبيرة وصغيرة ومتوسطة طميني كده بيطلعون لنا ايه ولا حاجة طميني كده على اكاديميات الكورة اللي في مصر دي بتطلع ايه ولا حاجة طميني كده على نظام احترافي حقيقي في الكورة المصرية يطلع لعبين يلعبوا في أوروبا زي ما بيحصل في كل الدول الأفريقية مفيش طيب هنفضل بقى الليف في الدايرة بتاعت ايه اصلا هو اختار مين وما اختارش مين في المنتخد اصلا احنا جبنا مدرب اجنبي مش عارف شكله ايه وكان ممكن يبقى مدرب مصري احسن لفة ديقة قوي في لفة اكبر بكتير اشتركوا في القناة